الدماغ بيستعبر الدم من خلال زوجين رئيسيين من الأوعية الدموية بكل تفرعته وهم الانترنال كاروتيد أرتريز والفرتبرا الأرتريز بيتفرع الانترنال كاروتيد أرتري من الكمون كاروتيد أرتري في منطقة الرقبة واللي بينقسم الى انترنال كاروتيد أرتري واكسترنال كاروتيد أرتري الانترنال كاروتيد أرتري والاختصاره ICA بينقسم الى 7 أقصام الانقصامات هنقولها بالترتيب أثناء الشرح وهي دي اللي هتسهل علينا حفظه وفهم الانترنال كاروتيد أرتري كله ووظيفة الـ ICA هو انه بيغزي كل من الفرونتال لوب اللي هو الفص الأمامي من المخ والبراية اللوب اللي هو الفص الجداري من المخ والتمبرال لوب اللي هو الفص الصدوي وتراكيب العين اللي هي بعد ما يتفرع الانترنال كاروتيد أرتري من الكمون كاروتيد أرتري بيصعد لأعلى متجهاً لقاعدة الجمجمة ويدخل الى داخل الجمجمة عن طريق قناة اسمها كاروتيد كنالي واللي موجودة في العضم الصدوي او التيمبرال بون بعد كده الانترنال كاروتيد أرتري بيتجه للأمام ويمر من خلال الكافيرناس سينس ثم الى اعلى وبعد كده يتجه للخلف فيمر من خلال الديورة مطر فبيعمل جزء كده على شكل حرف الاس والجزء ده اسمه كاروتيد سيفون الانترنال كاروتيد أرتري بعد ما يخرج من الكافيرناس سينس بيتفرع منه فرع اسمه أفصالميك أرتري بالزبط تحت الانترنال كاروتيد أرتري بيمر لاترن للأوبتيك كيازم فبيتفرع لفرعين الفرع الاصغر هو الانترنال سريبرى الأرتري واللي اختصاره أكة والفرع الاكبر هو الميدل سريبرى الأرتري واللي اختصاره مكة الانتيريور سريبرا الارتري بيغزي كلا من الانتيريور فرونتال لوب والجانب الداخلي من البرايتال لوب والانتيريور سريبرا الارتري بياخد ثلاث اقصام من السبع اقصام اللي قلنا عليهم القسم الاول هو الهوريزينتال سيجمنت او الافقي وهنقول عليه اي وان والقسم التاني هو الفيرتيكال سيجمنت او العمودي وهنقول عليه اي تو والقسم الثالث والأخير هو الديستال سيجمينت أو القسم البعيد وهنقول عليه A3 القسم الأول الأفقي هروزينتال سيجمينت بيمتد من بداية تفرع الأكا لحد الانتيريور كوميونيكيتينج أرتري والانتيريور كوميونيكيتينج أرتري موجود أمام الأبتيك كيازم وبيوصل ما بين الريت والليفت سريبر الأرتريز علشان لو لقدر الله حصل انسداد في أي جانب من الاثنين يعوض من الجانب الآخر وما يحصل شموت أو تلف الخلايا اللي بيغزيها والقسم الثاني والعمودي وهو الفيرتكال سيجمينت بيمتد لأعلى من القسم الأفقي لحد ما يوصل للجزء اللي اسمه روسترام أوفزا كورباس كالوزم والقسم الثالث والأخير وهو الديستل سيجمينت بيلف حوالين الجينو افزا كورباس كالوزم ويكمل مصاره عادي بس اسمه ببابيري كالوزل أرتري الفرع الأكبر من الانتيرنال سريبرال أرتري هو الميدل سريبرال أرتري أو مكة يعتبر الميدل سريبرال أرتري هو تكملة الانتيرنال سريبرال أرتري والأنتيريول يعتبر كأنه فرع الميدل سريبرال أرتري بيتفرع منه تفرعات كتير بتغذي معظم الجانب الخارجي كله من المخ والإنسولة والجانب الخارجي والأمامي من التيمبرال لوب وتقريبا كل البيزان نيوكلياي والانتيريول والبستيريول انتيرنال كابسول الميدل سريبرال أرتري بيفضله أربع أقصام من السبع أقصام القسم الأول من الميدل سريبرال أرتري هو الهورزينتال سيجمنت وهنقول عليه M1 والقسم الثاني اسمه إنسولار سيجمنت وهنقول عليه M2 والقسم الثالث اسمه أبركولار سيجمنت وهنقول عليه M3 والقسم الرابع اسمه كورتيكال سيجمنت وهنقول عليه M4 الهورزينتال سيجمنت بيمتد من بداية تفرع الميدل سريبرال أرتري للخارج متاجهاً لمنطقة الإنسولة بعد كده القسم الثاني وهو الإنسولار سيجمنت بيمر بمحاذاة الإنسولة وبيستمر في مصاره عادي فبيبدأ القسم الثالث وهو الأبركولار سيجمنت واللي بيظهر داخل اللاترال فشر وبعد خروج الأبركولار سيجمنت من اللاترال فشر بيصبح الكورتيكال سيجمنت اللي هو القسم الرابع والأخير واللي بينقسم ويتفرع لمجموعات علوية وسفلية علشان يغزي تقريباً كل كشرة المخ في نصفي المخ الفرتيبرا الأرتريز بتبدأ من منطقة الرابع وبتتفرع من شرين كبير اسمه سابكليفيان أرتري وبتتجه الأعلى بشكل عمودي وبتمر من خلال سقوب موجودة في الفقرات العنقية والسقوب دي اسمها ترانسفيرس فوريمنا الفرتيبرا الأرتريز بيتم تقسيمه الأربع أقصام من خلال الأربع أقصام دي الدنيا هتبقى سهلة علينا إننا نفهمه ومنطلق بتش الفرتيبرا الأرتري بيعمل كيرف حوالين الأطلانتوكسيبتال جوينت علشان يقدر يدخل إلى داخل الجمجمة من خلال السقب العظيم اللي هو فريمين ماجنا الاثنين فرتيبرا الأرتريز بيمروا بمحازات المدالة أبلونجاتا وبيتحدوا مع بعض أمام البونس فبيكونوا شريان اسمه بازيلر أرتري الفرتيبرا والبازيلر أرتريز بيتفرع منه مجموعة تفرعات صغيرة على نحيتين بيتغزي كل من السيربيلم والبونس والسطح السفلي والدخلي من التنبرال لوب والأكسيبتال لوب الأربع زواج الرأسية المتفرعين المهمين تعالى نعرفهم بالترتيب وهم من أسفل لأعلى بستيريور انفيريور سيربيلر أرتري واختصاره بايكا والفرع الثاني وهو الانتيريور انفيريور سيربيلر أرتري واختصاره بايكا والفرع الثالث وهو السيبيريور سيربيلر أرتري واختصاره سكا والفرع الرابع والأخير هو بستيريور سيربيلر أرتري واختصاره بايكا وموجود بين الانتيريور انفيريور سيربيلر أرتري وبين السيبيريور سيربيلر أرتري العديد من التفرعات الصغيرة واللي اسمها بونتاين فيسلز البستيريور سيربيل الأرتري بينقصم الأربع أقصار القسم الأول اسمه بري كوميونيكاتينج أو بدانكلر سيجمنت وهنقول عليه بي وان والقسم الثاني اسمه أمبيانت سيجمنت وهنقول عليه بي تو والقسم الثالث اسمه كوادرجيمينال سيجمنت وهنقول عليه بي سري والقسم الرابع والأخير اسمه كالقراين سيجمنت وهنقول عليه بي فور البي وان اللي هو بري كوميونيكاتينج سيجمنت هو قسم قصير وبيمتد لاترالي من البازلر بيفركيشن اللي هو بداية التفرع من البازلر أرتري لحد البستيريور كوميونيكاتينج أرتري وبالمناسبة البستيريور كوميونيكاتينج أرتري بيوصل ما بين البستيريور سيربيل أرتري والICA اللي هو الانتيرنال كروتيد أرتري ووظيفته نفس وظيفة الانتيريور كوميونيكيتينج أرتري لو حصل أي انسداد في أحد الجوانب بيعوض مكان الانسداد القسم الثاني من البستيريور سيريبر الأرتري هو الامبيانت سيجمينت وده بيمر للخلف داخل الامبيانت سيستيرن حوالين الميت درين وبعد كده بينتهي ويبدأ القسم الثالث وهو الكوادرجيمينال سيجمينت واللي بيكون موجود خلال الكوادرجيمينال سيستيرن بعد كده بيبدأ القسم الرابع اللي هو الكالقرين سيجمينت واللي بيقع على السطح الداخلي من الأكسيبتال لوب شرايين المخ بيكونوا مع بعض دورة أو سيركل اسمها سيركل فوليس والسيركل فوليس هي حلقة وصل مهمة جدا بين الأربع شرايين الرئيسية اللي بيغزوا المخ اللي هم الاثنين فرتبرال أرتريز والاثنين انتيرنال كاروتيد أرتريز فبتتكون السيركل فوليس من كل من الانتيريور سريبرال أرتري والبستيريور سريبرال أرتري والانتيريور كومونيكيتنج أرتري والبستيريور كومونيكيتنج أرتري والانتيرنال كاروتيد أرتريز ومكان السيركلوفيلز الرئيسي هو السوبرسيلر سستيرن في قاعدة الدماغ ووظيفة السيركلوفيلز هو ضمان تضفق وصرايان الدم في نصفي المخ حتى في حالات انسداد الشرائق الفين السيستيرن في زبرين بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهما الديورال سينسيز ودي عبارة عن أوريدة كبيرة جدا في حجمها والسوبرفيشيل كورتيكال فينز ودي أوريدة سطحية أو قشرية والمقونا الثالث هو الديف فينز ودي الأوريدة العميقة الديورال سينسيز قلنا عليها أنها عبارة عن أوريدة كبيرة جدا في حجمها موجودة خلال منطقة الديورة مطر ودي الطبقة الخارجية من الثلاث طبقات المحيطين بالمخ واللي كلمنا عنهم في فيديو المنينجس اللي هي الأغشية السحائية واللي بتكونه من ديورة باروكونايد وبيا مطر كل أوريدة الدماغ بتعمل درينيج أو تفريغ للديورال سينسيز وفي النهاية بتفرغ في وريد كبير اسمه إنتيرنال جاغولار فين موجود في منطقة الرأبة الديورال سينسيز عدتهم سبعة فيه منهم البيرد والأمبيرد البيرد يعني مزدوج والأمبيرد يعني منفرد فاحنا عندنا تلاتة منفردين واربعة مزدوجين التلاتة المنفردين اللي ما فيش منهم لراية الليفت هما السوبرير ساجتال سينس والإنفريور ساجتال سينس والستريت سينس والأربعة المزدوجين اللي فيه منهم راية وليفت هما الترانسفيرس والسيجمويد والكافيرنس والبيتروسال سينسيز هرتكلم عن أول واحد وهو منفرد وهو السوبرير ساجتال سينس وده موجود خلال فيشر اسمه لونجوتيدينال فيشر وتكلمنا قبل كده في كورس البرين اناتومي وقلنا ان اللينجوتيدينال فيشر عبارة عن فيشر بيفسل ما بين نصفي المخ بيقع السوبرير ساجتال سينس داخل اللينجوتيدينال فيشر بين الفالكا السريبري والكرينيام وبيبدأ عند نقطة اسمها كريستا جالي وبيمر بطول كامل للفالكا السريبري وبينتهي عند الانترنال اوكسيبتال بروتوبرينس وده عبارة عن بروز موجود على السطح الداخلي للأوكسيبتال بون وبكده نبقى خلصنا السوبرير ساجتال سينس وندخل على السينس الثاني وهو الانفيرير ساجتال سينس والانفيرير ساجتال سينس موجود اسفل السوبرير طبعا من اسمه وبيكون اصغر في الحجم من السوبرير ساجتال سينس بيمر الانفيرير ساجتال سينس للخلف اسفل الفالكا السريبري خلال اللينجوتيدينال فيشر والانفيرير ساجتال سينس بيتحد او بيندمج مع الجريد سريبري الفين علشان يكون الستريد سينس وهو السينس الثالث اللي هنتكلم عنه والستريت سينس بيمتد على طول مكان اتصال الفالكا سريبري بالتنتوريام سريبل لاي وبينتهي الستريت سينس عند مكان بيتصل فيه من أعلى مع السوبيلور سيجيتال سينس ومن أسفل مع الترانسفيرس سينس فبيطلق على اسم المكان ده أو ما يسمى باسم تركولر هيروفل لاي نيجي بعد كده لترانسفيرس سينس واللي بيمتد من مكان الكونفلونس أوف سينس وبيقرع ترانسفيرس سينس بين مكان اتصال التنتوريام مع الكرينيام وبعد مرور الترانسفيرس سينس من التنتوريام سريبل لاي بيجي بعد كده السيجموية سينس واللي بيكون على شكل حرف الاس وبيستمر في مروره للبستيريور كرينيا الفصة اللي هي الحفرة الدماغية الخلفية علشان يتصل مع الجاجولار بالبس أوفزا انتيرنال جاجولار فينس نيجي بعد كده للكافيرنا السينس واللي بيموجود على كل جانب من جانبي السلة ترسيكا وجسم الاسفنوية بون وبتكون عن طريق عدد كبير من الانتركنكتد فينس شانلز يعني قنوات وردية متدخلة وده طبعا بيبان من شكله والكافيرنا السينس بيغلف الانترنال كروتد أرتري من الخارج وكل كافيرنا السينس بيستقبل الدم عن طريق السوبيديور والانفيريور أفصال ميج فينس وفي النهاية بيتصل الكافيرنا السينس مع الترانسفيرس سينس عن طريق آخر سينس وهو البتروسل سينس الجزء الثاني من النظام الوريدي للدماغ هو الأوريدة العميقة أو الديب فينس وده بتعمل درينج أو تصريف وريدي للمادة البيضاء أو ما تسمى وايت مطر وأوريدة المخ العميقة بتشمل كل من سلامس ترييد فين سيبتال فين انتيرنال سريبرال فين وبيزال فين أو ما يسمى فينوف روزنثال وجريد سريبرال فين أو ما يسمى فينوف جلل السلامس ترييد فين بيمر في جروف ما بين السلامس والكودية نيوكلس وبيعمل درينج جيليوم هما الاثنين والوريدي التاني وهو السيبتال فين بيمر للخلف نحو السيبتال بوليسيدم وبيتحد مع السلامس ترييد فين فبيكونوا الانتيرنال سريبرال فين الانتيرنال سريبرال فين بيمر لخلف الرأس أسفل السيرد فينتريكل وبيتحد مع البيزال فين أسفل الكوربس كالوزم فبيكونوا الجريد سريبرال فين البيزال فين أو الفيروزنثال بيعمل درينج للبيزال نيوكليوي وللجزء الداخلي من التيمبرال لوب وبيتحد البيزال فين مع الانتيرنال سريبرال فين علشان يكونوا الجريد سريبرال فين والجريد سريبرال فين بيمر بين الاسبلينيوم وفزاكورباس كاللوزم والبينيال جيلاند وبيتحد الجريد سريبرال فين مع الانفيريور ساجتال سينس ويكونوا الاثنين مع بعض الستريد سينس وفي النهاية كل الاوردة بتصب في واحدة من الديورال سينسيز ثم الى الانتيرنال جاجولار فينز الجزء التالت والاخير من النظام الوريد للدماغ هي الاوردة السطحية سوبرفيشيال كورتيكال فينز واللي بتقع على طول سطح نصفي المخ ووظيفة السوبرفيشيال فينز هو انها بتعمل درينيج لكشرة المخ او متسمى سريبرال كورتيكس وايضا بتعمل درينيج لاجزاء من الوايت مطر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة